أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء الحوارث الناجمة عن التعصب والتمييز المتصاعدة والمستمرة التي شهدها العالم مؤخرا بما فيها تلك التي تقع بدافع التمييز الدني جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور الاعتبي في الاجتماع الدولي الافتراضي الذي عقد في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وحث الاعتبي المجتمع الدولي على العمل من أجل حماية الأفراد من أعمال العنف والتمييز وجرائم الكراهية القيمة على أساس العنصرية وكراهية الدين